أهلا بكم إلى تفاصيل النشر والبداية بالتعاون حيث أكد اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطل عمامرى بروما أن الجزائر تلعب دورا محوريا في سبيل جعل منطقة المتوسط أحد أقطاب إعادة بناء عالم الغد جاء هذا خلال مشاركته بالعاصمة الإيطالية روما في أشغال الطبعة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى الذي تشارك فيه الجزائر بوفد وزاري هام يضم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد الذي يبحث عددا من القضايا الدولية الهمة التي تخص النظام العالمي وآزمات الغذاء والطاقة إلى جانب التنمية المستدامة وحماية البيئة تعد ندوة فرصة سانحة للجزائر لعرض جهودها ومساهمتها في ترقية السلم والاستقرار في المنطقة وبالمناسبة أكد العمامرة أن الجزائر تعمل على تحقيق السلام لسيما من الجانب الفلسطيني مبرزا جهود رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون التي توجت بجمع كافة الفصائل الفلسطينية في الجزائر العاصمة وتوقعها على إعلان الجزائر الجزائر جددت في العديد من المناسبات تمسكها بمبادرة السلام العربي حول القضية الفلسطينية وهي المرتكزة على حدود جوان 67 الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون تمكنت من توحيد الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت مؤخرا على أرض الجزائر ترجمة نانسي قنقر